اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبي أجمعين آمين إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال كل سنة وإنتوا طيبين وربنا يعود عليكم وعلينا وعلى أمة محمد أجمعين الأيام بخير يا رب النهاردة هنعمل مع بعض البتيفور من أجمل الوصفات اللي أنا بحب الشغل فيها والأكل جميع يعني الوصفة الجميلة قوي اللي بحبها جدا جدا في حلويات العيد تمام؟ هنعمله بطريقة بسيطة وسهلة لو ما عندكش مكنة هنعمل بالكيس لو عندك مكنة هنعمل بالمكنة بطريقة ما فيش أسهل من كده وبعجينة مظبوطة جدا يلا ندخل على الطريقة والمكونات ونشوف هنعمل بتيفور الجميل بتاعنا دوت بالكيس والمكونات إزاي قبل ما نبدأ في المكونات هقول لكم لو كنت أول مرة تشوفوني ياريت تعملولي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكم إشعار بكل الوصفات الجديدة أول بأول لو عجبكم الفيديو ده حطوا له لايك هنا أول حاجة الدقيق لازم نستخدم دقيق صالح لجميع الأغراض تمام؟ آآ او دقيق يكون مكتوب عليه مخصص للكحك والبسكويت دول سبعمائة وخمسين جرام من الدقيق وهنا هستخدم خمسمائة جرام من الزبدة مش بدرجة حرارة الغرفة ولا بدرجة حرارة التلاجة يعني بكون حطاها في التلاجة وبطلعها قابليها بساعة علشان آآ تبقى ولا منها سقعة ولا منها سخنة بالنسبة للسكر تقدري تستخدمي ميتين وخمسين جرام آآ من السكر البودر أنا هنا مستخدمة مية وتمانين جرام بس البيض هستخدم حبيتين من البيض آآ كاملين البيض بدرجة حرارة الغرفة اتنين فانيليا او لو عندك فانيليا سايلة هتحتي نص معلقة صغيرة وزرة ملح ودول معلقتين من الكاكاو الخام هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف الطريقة هنجيب بولا او اي حاجة هتشتغلي فيها بس طبعا يفضل ما يكونش حاجة ألمونيا علشان آآ ما تعملش لون وتغمألك لون الزبدة هنجيب المضرب بتاعنا ونبدأ نشتغل لو ما عندكش مضرب كهربائي تقدري تستخدمي مضرب يدوي عادي او ايدك حتى المكان اللي هنشتغل فيه ما يكونش حر جدا لان الجو الايام دي حرف يعني يفضل ان احنا ايه لو في المطبخ يكون فيه مروحة في المطبخ او حاجة هضرب الزبدة وبعدين هنزل عليها بالسكر بدي تقليبة كده للسكر علشان ما يتطيرش يعني قوي وبعدين بضرب لغاية ماء السكر يندمج خالص مع الزبدة ويديني لون فاتح وقوام كريمي اكتر انا هنا مسرعة الفيديو لكن مش شايلة منه حاجة علشان تشوفوا كل الطريقة خطوة مهمة جدا انتو لما انت بتشتغلي لازم تنزلي الحقافة بتاع البولة اللي انت شغالة فيها علشان تدمني ان كل كمية السكر اتخلطت وكل المكونات بتاعتك اتخلطت بنفس الجودة بالنسبة لاتنين حبت بيت حاطت عليهم الفانيليا وحاطت كمان الملح زرة ملحي يعني مش ملح كتير وبانزل بواحدة واحدة لما بتخطفي بنزل بالتانية بالشكل ده بيديني قوام بقى كريمي جدا ولون فاتح زي ما انتو شايفين كده ببدأ اني انزل بالدقيق المنخول السكر معايا منخول والدقيق منخول وكمان الكاكاو ودي خطوة مهمة جدا لازم كل المكونات الجفة تكون منخولة بدي تقليبه كده علشان يعني برضو عشان ما يتطيرش تمام تقليبه على خفيف وخليت معلقتين من الدقيق على جنب هقول لكم هنستخدمهم في ايه؟ من نفس يعني من نفس كمية الدقيق نزلت بكل كمية اللي معايا بس خليت معلقتين على جنب هنحتاجهم دلوقتي وهنشوف هنحتاجهم امتى؟ هدي بقى ضربة خفيفة كده هنا مش هضرب بقى كتير يا دوبك هضرب بس على خفيفة او هقلب باللسباتيولة لغاية ما اه حبات الدي كلها تتغلف مع المكونات التانية اللي في البولة لكن ما بضربش كتير او ما بعجنتش كده خلاص اه يعني انا كده استكفيت بالضرب زي ما قلت لكم ما بندربش كتير بس هقلب كويس وهنزل الجناب وهشوف البولة من تحت عشان ما يكونش فيها اي دقيق ناشف آآ يعني لازم تتأكدي تمام؟ كده العجينة بتاعتي مظبوطة جدا وتأكدت ان ما فيش اي دقيق ناشف من تحت في البولة اهو ما تنسونيش بقى باللايك للفيديو واسبولي كومنت آآ لو جربتوا الطريقة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم هفضي بس البولة اللي كان فيها الدقيق وهاخد شوية من الخليط اللي بالفانيليا عشان انا عايزة اعمل شوية بالفانيليا وشوية باقي الشوكولاتة وده براحتك هستعملي كله فانيليا بس كله شوكولاتة بس براحتك يعني هاخد جزء كده من العجينة والجزء التاني اهو الجزء اللي انا اخدته في البولة الصغيرة ده هحط عليه الكاكاو المنخول لازم تستخدمي كاكاو يكون نوعه كويس الكاكاو ده خام من غير سكر تمام وهقلب لغاية ما اوصل للون اللي انا عاوزاه او هما هي يدوبك هتاخد معي المعلقتين يعني اللي انا نخلاهم ده كده بعد ما حطيت معلقتين الكاكاو وقلبت بالمعلقة هنركندول على جنب وبعدين هنا معلقتين بقى دي اللي كانوا من بقية المكونات يا بنات هننزل بهم هنا برضو نخلطهم مع العجينة بتاعتنا وكده العجينة بتاعتنا جاهزة وزي الفل هنشتغل الاول في الكيس بالعجينة دي هحط آآ منها في الاكياس آآ بتاعتي واول حاجة بولع الفرن وبجرب كام واحدة دي خطوة مهمة جدا زي ما بقول في كل الوصفات بتاعت حلويات العيد بتاعتي جربي مش هتخسري حاجة لما العجينة هتكون معاكي لسه في الاول هتقدري تتصرفي فيها لو فيها اي مشكلة لقدر الله هنا انا شغلت الفرن بتاعتي وكدت بوريكم التيب الوردة اللي انا هشتغل بيه في العجينة الفانيليا اهو شكله حطيت ثلاث حبات كده وهحط اتنين شوكولاتة وهدخلهم هنا درجة حرارة الفرن كانت عالية مش مهمة خالص انا المهمة عندي ان العجينة بتاعتي تلعت ما شاء الله مظبوطة ما فرشتش محصلهاش اي حاجة كده اكون متطمنة واشتغل على طول بقية الكمية الصواني بتكونش مدهونة اي حاجة اه واحنا بنشتغل في البتيفور الفرن بتاعتنا شغالة على درجة حرارة من مية وستين لمية وسبعين برفع الشبكة على الرف العلوي اه في الفرن وبدخل الصواني بتاعتي من عشر لاثنشر دقيقة وبتأكد كل شوية منها البتيفور من الحاجات اللي مينفعش اتحركيها وهي في الفرن ولا اول ما بتخرج لان انت اصلا لما بتيجي تلمسيء وهو خارج بعد عشر او اتنشر ديه بتحسي ان هو طاري هو كده على فكرة استوى يعني متفكرش ان هو طاري فاتدخليه تاني لأ هو اتنشر ديه بالزبط ودروح يمطلعه وزي ما قلتلك على درجة حرارة مية وسبعين ولو لقتي برضو بياخد لون جامد سمي الدرجة شوية نزليها شوية بنسوي على طول يا بنات اللي بقطعه بسويه ما بحطوش في التلاجة ولا اي حاجة بسويه بقيت العجينة بقى اللي هشتغل بيها في المكنة على بل ما بشتغل في الكيس بكون حطاها في التلاجة عشان المكنة عم احتاجة انها تكون العجينة متماسكة سنة عن ما انا اشتغلت بيها في الكيس فانا مش حبة ان انا زود لها دقيق او اي حاجة لو انت حبة ان انت تشتغلي بالاتنين في نفس الوقت او معاك حد يعني هيقطع بالكيس وحد بالمكنة فعادي خالص العجينة اللي هتشتغلي بيها في المكنة بتحطي لها معلقة دقيق تاني وبتحطيها في المكنة عادي خالص وتشتغلي بيها بس انا فضلت ان انا حطها في التلاجة الاشكال بقى اللي بتحبيها اشتغلي بيها المكنة بتتحكمي فيها بالكابسل اللي بتكبسيها دي وهنا بوريكم هنا واحدة مخرمة كده بنشيلها دي كده معناها ان المكنة كان فيها هوا من جوة فعادي خالص بنشيلها نحطها على بقية الخليط العجين وبنشتغلها تاني واحدة مفروشة زي دي بنشيلها ونشتغلها تاني يعني مفيش مشكلة خالص وماش لازم تلتزمي بالاشكال اللي انا اشتغلت بيها دي الاشكال اللي تعجبك اشتغلي بيها تمام يعني عندك كيس شغال هتشتغلي وتعملي احلى بوتيفور عندك مكنة هتعملي احلى بوتيفور زي ما انتو شايفين كده بعد التسوية بسم الله ما شاء الله طحفة جدا حجمه يا دوبك زي حاجة بسيطة خالص ولونه حلو قوي هو مش مفروض ان هو ياخد لون مفروض يديني لون دهبي بسيط كده من تحت ولو حب من فوق حاجة بسيطة كده خالص انا بحبه معرق كده باللون الدهبي من فوق ومن تحت بيبقى طعمه اجمل من ما يطلع ابيض اوي اوي فاهمين بوريكم هنا الاشكال الكيس والمكنة وبوريكم حجمها حلوة جدا كيوتي كده يعني لما هتتقفل هتبقى مظبوطة جدا وحلوة وهنا معي شوكولاتة غمقة وشوكولاتة بيضة ومربيت مش مش ومربيت تين وهنبدأ ان احنا نقفل البيتيفور بتاعنا شايفين الجمال دي الاشكال اللي عملتها بالمكنة حلو جدا طبعا مربة المش مش هي اجمل حاجة في تقفيل البيتيفور بيجي بعدها بقى اللي هي مربة الفراولة انا عندي هنا كان فيه اه اردر جايلي عايز يقفل البيتيفور بمربيت تين ماشي يا عمي ماشي شغال هنقفل شوية برضو بمربيت التين بس شوية صغيرية لكن هو الاجمل بمربيت المش مش المربة تكون بيوريك مش قطع شايفين الجمال يا بنات هقفل انا بقى كده اللي هو محتاجة ان انا اقفله بالمربة وبعدين هنشوف معانا ايه هنشكل بيه طبعا شوكولاتة اساسي او زي ما قلتلكم ابيض وغامق حطها على الحمام مية تسيح مش هضف لها اي اضافات وهستخدم الفصدق الكداب اللي كنا عاملينه مع بعض في قبل رمضان وهجرش شوية من عين الجمل تقدري تستخدمي سوداني بس بلاش يعني لو ماش متاح عندك مكسرات تانية هحط فيه هحط البوتفراية كده حرفها في المربة على خفيف وبعدين اغطسها بقى في جسد الهند في الفصدق الكداب في السوداني المجروش في فرماسيل لو عندك في اي حاجة عايزة تشكلي بها ما تلتزميش بالحاجات اللي انا هزاين بها ابديع انتي بقى تمام بس انا ما حبيتش ان انا جيب حاجات من بره يعني قلت هستخدم الحاجات الموجودة بجسد الهند كمان تحفة اهو وبعد كده على ملمة الشوكولاتة بقى تسيح ابدأ ان انا اشكل بقية الكمية والكمان اللي بالشوكولاتة اهو جميل جدا باغطسها كده في قلب طبق الشوكولاتة وبعدين بغطسها في جسد الهند او في الفصدق او في اي حاجة ودول حطيت عليهم شوكولاتة بيدا وغمقة كده وعملت عليهم خطوط صغنانة بكيس برضو كيس التلاجة عادي مش كيس هلواني اه وده كان الشكل النهائي بتاعي للبتفور اللي انا عملته معاكم النهاردة بجد تحفة جدا كان في المقطع اللي انا كنت ببوريكم فيه دوابان البتفور بس الله المستعان تليفوني بيديني شوية من المقطع وشوية لأ شايفين الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه والطعم كمان ولا اروع من كده انتي بس لتزمي بالمقادير وان شاء الله هسيب لكم كل المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة لما تجربي البتفور دوت ويطلع معاكي اروع حاجة كلتيها في حياتك ادعي لي دعوة حلوة من قلبك وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وكومنت جميل كده زيك وطبعا لو كنت قول مرة تشوفي القناة ياريت تعملي الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على لامة الكل عشان يوصلك اشعار بالوصفات الجديدة اول باول ويعيد سعيد عليكم وعلى امة محمد اجمعين يا رب وربنا يفك كرب المكروبين ويشفي كل مريض امين يا رب العالمين اشوفكم على خير في وصفة جديدة سلام عليكم